يمكن الأهلي هو صاحب أقوى ميركاتو من ناحية كولت اللاعبين الموسم ده لكن ده ما يمنعش أنه معظم أندية الدولة الحقيقة عملت عدد محترم جداً من الصفقات ودعمت صفوفها بشكل كويس جداً وده يمكن بان شوية في الجولة الأولى أنهنا هيكون فيه كرة حلوة السنة والفرق حتى اللي يمكن قدرت تغير من شكلها ومن طريق أداءها يمكن في الجولة الأولى يعني كانت البنك الأهلي فجئتني بصراحة قدمت عرض قوي ومختلفة تماماً عن شكل البنك الأهلي في الموسم الأخير وقدرت نتحقق نتيجة محترمة طبعاً ما فريق من الفرق القوية طلع الجيش وتكسب نتيجة 3-0 ومن حظنا أنهنا هنلعب بكرة مع البنك الأهلي كنت أقول أنه أنا بنتخوف من المطشات دي مش بس عشان مش عزي أقول طفرة يعني لكن الفرق اللي حصل أو اللي واضح في مستوى البنك الأهلي السندي لكن كمان المطش اللي بعدها زمالك وبالتأكيد لعبة الأهلي يعني ممكن شوية تبقى رايحة أكتر لمواجهة يوم الجمعة اللي جاية لا زي ما أقول لحضرتك لعبة النادي الأهلي عندها قدر من المسئولية أنه هو خلاص اكتسب الخبرات الكافية أنه هو بيركز المباراة مباراة بيركز المباراة مباراة وأكيد مستر موسيماني متفرج على فريق البنك الأهلي كويس يمكن دي السياسة اللي بتبقى موجودة قلتني أنه عمل مركاته محترم جدا وجاب لعيبة كويسة جاب لعيبة كويسة جدا من ضمنهم طبعا محمد هلال ده كان فودي دجلة ومن نوعية لعيب كويس هلال لعيب كويس جدا وبيكمل عجون كويس وجاب جونين أعتقد في المطش جاب حدفين في مباراة الجيش في محمد بسيوني برضو من ضمن مفتاح اللعب اللي كان اللعب معه فتحت الشرطة وبحيثوا بشكل كويس بدون مفتاح اللعب اللي لكن أكيد مستر موسيماني متفرج على الفريق بشكل جيد على فريق البنك الأهلي عارف نقط الضعفة ونقطة القوة في الفريق لكن هنا هترجح حاجة للنادي الأهلي أن إذا ع Mand حتى مجرد ويتبعى لعب ضد نادي الأهلي أن أي فريق داخل نادي الأهلي أو ص barrel تدفعوا حساب نادي الأهلي كويس عمل حساب نادي الأهلي كويس وخصوصا ما أتكلم دائما عن نادي الأهلي على أكتاب مفتوحة.